هيا يا أطفال هيا نمتيا وقم بحصتنا من سحل وتهنيج ودوما تسلينا وبيكة كتوة كوكو وكل يرافقنا تعالوا هلوموا إلينا ضموا أعم يا زي أربادوا والشاطر يوطينا الحل حكاية بها عبرة حكمة مثل معلومة وبها نور العبق تعالوا هلوموا إلينا ضموا أعم يا زي بس الخير يا أطفال مش راكم لفز إذا أنا ما أحبا بكم في حصتكم مفضلة مع عم يا زي عم يا زي استعذفكم اليوم في هذا الدكور الجميل وكذلك الأطفال اللي رمي يشاهدوا فينا وحبوا تاني هما يجو كما هاد الأطفال اللي رمي هنا وعم يا زي استعذفهم معليهم إلا يتوجهون موقعنا الأنترنت عم يا زي بون كوم بهذه الطريقة إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل معليك إلا تروح الأنترنت تكتب عم يا زي بون كوم تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي وباليدك الإلكتروني مرحبا بيك يا أطفال لما تسجلوا للحضور لازم شوية صبر لأن التسجيلات كثيرة وعم يا زيد حبي يجيبكم كامل لعنده يا أخي إذا شوية صبر وراحين تحضروا معنا إن شاء الله يا أطفال كنا تطرقنا في الأسبوع الماضي تطرقنا لمرض خبيث هذا المرض الخبيث هو من أكبر نسبة الوفيات في العالم من هذا المرض الخبيث تعرفوا هذا المرض الخبيث اللي ما يتدوش مرض عضال هو مرض السرطان واليوم في هذا الفترة هذه يوم 15 فبري نحتفلوا ونتوقفوا باش نسندوا الأطفال المرضى بالسرطان يا أخي كان بزاف الأطفال اللي بعيد شر مصابين بهذا المرض هذا الخبيث لازم نسندوهم نزوروهم في المستشفيات نسندوهم لأنهم أطفال أبرياء يا أخي كيف أنتم مع هكذا بعيد شر يا أطفال برافو برافو ككل مرة نترح عليكم لغز تحبوا الألغاز برافو إذا يلا دروكار نترح عليكم لغز ما هو الشيء الذي تأكل منه بالرغم من أنه لا يأكل رح نعوده لكم ما هو الشيء الذي تأكل منه مع أنه لا يأكل إذا فكروا لغاية نهاية الحصة أنتم وأصدقائنا لم يشوفوا فينا الأطفال إذا حبوا يجاوبوا للغز مع لهم إليه توجه الأنترنت بهذه الطريقة أنت كذلك جاوب وربح عن طريق الأنترنت مع أغل اكتب عمويازيت.com اضغط على زورة جاوب على اللغز املأ الاستمارة ما تنساش رقبك الهاتفي بلدك الإلكتروني والجاوب على اللغز رايح تربح هدية قيمة مهدات من طرف شركة أغل 15 سنة في خدمتكم اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة مبروك عليك الهدية إذا فكروا ما هو الشيء الذي تأكل منه بالرغم من أنه لا يأكل يا أخي صعبة شوية صعبة شوية خلاص يا أطفال في كل حصة نكتشفوا شخصية شخصية إما جزائرية ولا عالمية اليوم راح نكتشفوا شخصية السيد روح والحاج مع إيناس إذا تسفيق على إيناس تسفيقها تسفيقها فضلي إيناس تسفيقها لإيناس تسفيقها لإيناس تساء الخير يا أطفال اليوم جت نحكيكم على حياة شهيد سيد روح الحاج سيد روح الحاج المولود في سنة 1930 بورغلا شابه ترارع في دوروف كان يسودها الفقر والبؤس من جراء الاستعمار بعدها أرسله أباه عند عمه سنة 1948 الذي كان لاجئا بتونس وهناك ولج المدرسة الخلدونية وتنقل فيما بعد إلى جامع الزيتون الذي وصل فيه درسته بدرجة عالية من التفوق ليعود سنة 1953 إلى ورغلا ليجد أهل البلدة في مواجهات مع المستعمر ثم ألقي عليه القبض بتهمة التهرب من الخدمة العسكرية الذي أجبرا على أدائها ولكن لم يترك الفرصة تمر حيث عمل على خدمة التورى الجزائرية بكل ما أتي من قوات دون أن تنتبه لذلك السلطة العسكرية الذي طلبت منه في أحدى المرات المشاركة في عملية عسكرية فرنسية ضد الأهداف الجزائرية فأبدأ اعتراضه ورفضه لتنفيذ الأوامر تعسفية مما أدى إلى صدور قرار بنقله إلى الجزائر ووضعه تحت المراقبة الشديدة مع خضوعه الدائم للأبحاث والتحريات وبعد مدة وجيزة تمكن البطل من صفوف الجيش الفرنسي وتوجه خفية إلى تونس لإتمام دراسته ومن ثم انخرط ضمن الخلايا التنترية لجبهة التحرير بتونس عام 1955 ثم قرر ترك صفوف الدراسة والانتحاق بصفوف الجيش التحرير بالحدود التونسية برتبة ملازمة حيث قاد عدة معارك إلا أن استشهدها في معركة حامية الوطيس وقعت بنواحي خراطة بسطيف شكرا 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 إناس شكرا 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 برو برابو برو شكول يقول لي يا أطفال أين نضع الأقلام والكارار ريس وكامل بسمك بنتي كوتر كوتر وين تسكني في باب الود قودي بنتي تعالي وقودي قدمنا وين حطهم في المحفظة في المحفظة أنت تاني قلقي عرف على المحفظة بسمك هيبة في الزاير كم من عرفتون المحفظة؟ نعم واسمك بنتي؟ لويزا حميدة لويزا حميدة وين تسكني؟ في البراشمة براشمة تامش في المدية في المدية خيار ناس بنتي خيار ناس خيار ناس أبلكم عارش عم ويزيد طرح لكم هالسؤال لأنه عم ويزيد دلكم أغنية المحفظة نقول فيها محفظتي محفظتي يا حافظة أدواتي يا خيط قلنوا معي يلا كامل محفظتي يا حافظة أدواتي محفظتي محفظتي يا حافظة أدواتي محفظتي 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 يا حافظة أدواتي دمت دمت رفيقتي يا أنسي ويا لوعتي دمت دمت رفيقتي يا أنسي ويا لوعتي موسيقى أنت رفيقة دربي كم شهدت مساري إخلاصك زاد حبي ألفت وجودك بجواري إخلاصك زاد حبي ألفت وجودك بجواري محفظتي محفظتي يا حافظة أدواتي دمت دمت رفيقتي يا أنسي ويا لوعتي موسيقى موسيقى أحملك بافتخاري كونك حقيبتي أحملك بافتخاري كونك حقيبتي حاملك بظهري كأنك من ذاتي محفظتي 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 يا حافظة أدواتي دمت دمت رفيقتي يا أنسي ويا لوعتي موسيقى موسيقى حفظك أدواتي زاد حب أستادي حفظك أدواتي زاد حب أستادي شاركتي مطابرتي وكذا على أستادي محفظتي محفظتي يا حافظة أدواتي دمت دمت رفيقتي يا أنسي ويا لوعتي موسيقى كنت مصار بدايتي كم أحببت إخلاصك كنت مصار بدايتي كم أحببت إخلاصك ورفقتي في دراستي لا أنسى لك فضلك ورفقتي في دراستي لا أنسى لك فضلك موسيقى برافو 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 أجبتكم؟ لا تحبوا المحفظة؟ لا برافو إذا المحفظة هي اللي تشاركنا المطابرة عناء الاجتهاد هي اللي يترافقنا هي رفيقتنا يا أخي لازم نتعلم فيها دائما تكون مرتبة وتكون نظيفة المحفظة يا أخي يا أطفال محفظتكم لازمها تكون مرتبة ونظيفة وش عليكم دركان نروحوا ألعاب الخفة إذاً تفضل تفضل عم أبراهيم اللي جاءنا من مدينة شلف مرحبا بك عم أبراهيم أركم ملاح أطفال أركم ملاح اليوم الساحر ما جاب لكمش الظهور ولا الحمامات وإنما هذه المرة جبت لكم حبل الخدعة بزاف بسيطة ولكن في نفس الوقت بزاف قوية نشوفوا مع بعض يلا عندي حبل كما قلت لكم نحكموا رأس الحبل ودركها ماذا نجيبوه؟ نجيبوه الميقص ساحر وهو أصباع وش أرجع؟ رجعنا زوج ماذا يجب أن نصحوها؟ ماذا يعود يرجع؟ يعود يرجع حبل واحد هذه المرة سنغيروها ولكن كيف سنغيروها؟ سنحكموا جزء واحد فقط ونجيبوه من هذا المكان نعاود ونصلح والحبل وعاود يرجع كما كان هذه المرة نزيدوه ونطورو الخدعة وراح مثلا ننزعوه جزء من الحبل على بالي باليراكم تقولوا الحبل مقصوص ولكن لا هو ما زالو جديد ورجع ضائرة غريبة هااااااااااااااااااااااااااااااااااا ول véritable خدثة حول أواء يرجع كما كان اشوفو هاد المرة وش رايح ن Produz اواء ها 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 هاا قود ، žوج ها 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 هاد رجاع حبل كما كان راح نجيبوه الجزء من الحبل نحيناه نغلوه وال ونحسب واحدة زوج 3 عجبتكم اللعباء وكما وعدكم اللعباء بزاف بسيطة وفي نفس الوقت بزاف قوية تسيقها حارة على أرواحكم شكرا 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 يا أطفال حكاية اليوم كالمعتد حكاية شيقة اليوم سنحكي لكم حكاية جميلة هي حكاية القلم والممحات يلا معي دنيا أطفال كما وعدكم مقبلة سنحكي لكم حكاية القلم والممحات هذه الحكاية عبارة عن حوار دار بين القلم قلم الرصاص والممحات قلم الرصاص قال للممحات قال هانا نكرها كنانا كامل ما نحبك قال له علش متحبني قال هاللي أنا كي تمحي كل ما أكتب أنا نكتب وانتي تمحي قاتلو بس حلش ما تعملش أنا ندين العمل تعي فقط أنا قتلو أنا نمحي إلى الأخطاء بعد قاتلو كي تكون حاجة صحيحة ما نمحي هالكش نمحي إلى الأخطاء يا قياة فال الممحات تمحوا الأخطاء بعد القلم ما حبش يفهم قاعد هكذا قلها لا لا انت دايما انت محي وكامل قلت له لا لا انا امحي الا الاخطاء ايه ومبعد تكاكا هكذا قلها وقلها عندك الحق قلها تنكرها غير على باطل ذو كان عود نحبك لانك اللي عملتعك موفيد قلت له بصحية صديقي راني نحس روحي كل ما نعمل كل ما نصغر يعني ننقص في الحجم شفتون ممحات كيت محين بيها تنقص كل مرة تنقص شوية يا اخي هو تاني قالها انا تاني قالها كل ما يكتبوا بيها هكذا ننقص تاني في الطول ايه قلت له انت تاني عمبالي غير انا قالها انا تاني كل ما نكتب ننقص في الطول عمو يزيد عمو يزيد نستخلص من هذه الحكاية انه لا نستطيع افادة الاخرين الا اذا قدمنا تضحيهم اجليا بضب تصفيق على ابو بي تصفيقها تصفيق على ابو بي على باركم يا اطفال باللي في الدنيا هدي في حياتنا ما نقدروش نفيدوا الاخرين بدون تقديم اي تضحية شفتون ممحات كيف اشتضحي والقلم كاشتضحي اذا هذا هو تاني الانسان في حياته اليومية باش يفيد الاخرين لازم يقدم تضحية يا اخي يلا معي يا اطفال اذا يا اطفال لا نستطيع افادة الاخرين الا بتقديم تضحية يا اخي انا احبي الدركانس معكم انتم مع الي عندكم نوكة جميلة يحكيها لي واسمك ساجد وين تسكن ساجد عن طايا حكينا نقطتك ساجد صعدت نملة في واحد الايام الى كوب عصير فوجدته احمرا فقالت واخيرا وجدته البحر الاحمر برابو سجد شكل عنده نقطة تعالي بنتي تعالي 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 اروحي بنتي انا ما عندي نقطة بس حوصنا للقي لك واحد القاصيدة اللي كنتات اوووووووووو كي سموك؟ لويزا في مدية شفيت عليك تلك تلك شفل براشما في مدية هذي تسلميني عليك قولي القصيدة هذي الجميلة أعزائي الأطفال سألقي على مسامعكم قصيدة عنوانها صوت صفير البلبل صوت صفير البلبل صوت صفير البلبل يا فميلي الماء والزهر معا مع ظهر لحظي المقلي وأنت يا سيدة لي وسيدي ومولا لي فكم فكم في يمني وزيل وقل أقول في مدية صوت صفير البلبل برابو 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 كيف حفظت هذه القصيدة كامل؟ في المدرسة؟ في المنزل في المنزل برابو 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 بنتي برابو برابو أروحي بنتي تعالي في المنزل ما اسمك؟ في المنزل في المنزل في المنزل وعندما اشترى حمار قالوا يخصني تسعة حمير وعندما اشترى تسعة حمير عندما يصعدوا في حمار يحسبوهم يجدهم تسعة عندما ينزل يجدهم عشرة كان يركب فقر حمار يحسبوهم تسعة بعد ينزل يحسبوهم عشرة نعم قصيدة قصيدة أقبل الربيع فأقبلت معه الحياة بجميع صنوفها وألوانها فالنبات ينبت والأشار وتورق وتصير والغنم ويطق والحمام ويهدل والغنم والحمام ويهدل والغنم وتضغب كل شيء يمتلئوا بالحياة ويملئوا الحياة فإن كان هذا جمال جزء فأنت أروحها برافو برافو السنة 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 تقعد عندك أمنة تروح تبلغ النقع تحية للناس تجلفة سلم عليهم كامل يا أخي هاي برافو أعطينا التحية للقع للناس تجفى شكرا شكرا نحن أصحاب الحرف ليسوا يغنينا الطرف ولنا كل الشرف أننا نحيي المحن فصل صناع البلاد كل يوم في ازدياد ولهم في كل واضح سنات ومهن إن للأوطان دينا كتكتبناه علينا كل شيء في يدينا هو حق للوطن برافو 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 يا أطفال فكرتوا في اللغز فكرتوا قلت لكم ما هو الشيء الذي تأكل منه بما أنه لا يؤكل ما هو الشيء الذي تأكل منه بما أنه لا يؤكل اللعاب لا لا تفكير ساليم وش هو الهواء الهواء لا لا الصحن برافو واسبكوا لدي وين تكن فتزير فتزير اروحوا لدي تعالى تعالى الجواب هو الصحن شيء تأكل منه بالرغم أنه لا يؤكل الصحن يا أخي أعطينا الكادو تعالى صديقنا اروحوا لدي إذن شاطر الكيمانتا عمو يزيد يهديك هذا الكوب بش تناول فيه الحليب تشرب الحليب يصبحوا لأشياء ها هاي وكذلك سيدي من حق الطفولة لعمو يزيد إن شاء الله يفيدك يا أخي وليدي تفضل شكرا شكرا إذن تسفيق عليه تسفيق عليه شاطر دروك الحقنا دروك عيد الميلاد عدنا عيد الميلاد كريم كريم التحق بيا 11 سنة تعالى كريم تعالى وأصدقائنا يروحوا يجيبوننا القطوة وتع كريم وحنا نغنولو عيد ميلادك أحلى عيد التحقوا بيا تعالوا تعالوا يلا عيد ميلادك أحلى عيد ربك تبنك عمر جديد الله يبارك في كويزين وقل لك عيد ميلاد سعيد الله يبارك في كويزين وقل لك عيد ميلاد سعيد من الغاب يديك نتمنى صحة وسعادة وهانا شرح يا ربي لميلاد سنة ونعيش أيام أفضل شرح يا ربي لميلاد سنة وتعيش أيام لا أفضل يا بانين ويا بانات يلنطير فالونا نسأل مراح غني نفرح ونعيش أحلى الأوقات نسأل مراح غني نفرح ونعيش أحلى الأوقات هذه الحلوى لك جبناها وشمعك فيها زرعناها بسمك أنت زيبناها ليلة حلوى يا محلاها بسمك أنت زيبناها ليلة حلوى يا محلاها بابا ما يدعولوه وصحابو يبردولوه مجمل هدايا يهدولوه هيا نصفق ونغليلو مجمل هدايا يهدولوه هيا نصفق ونغليلو سنة حلوة سنحل ويجعي اذا كريم بما انك جمعت خمس قاسمات من حليب رامي رامي مموي البرنامج يهديلك هذه الهديثة تمثل في انتابلات كيدز ان شاء الله تستفاد بها تفضل وليدي ندلوها في الكيس هلا تفضل وليدي وعمو يزيد يهديك شهادة مشاركة في البرنامج هي شهادة في انجاح تصوير حسة ما عمو يزيد وكامل انتوما كي تخرجوا تسيبوا الشهادة تنتعكم في انتظاركم في ظرف جميل كما هذا باش تحتفتوا بها كذكره تفضل وليدي برافو وانا ما بقى لي الا نقولكم ابقوا على خير ستنونا في الأسبوع المقبل نهار تلتا على الخمسات العشية على قناتكم الشوروك تيفي نحبوكم يا اطفال لا تحزنوا حن الودا يا أصدقاء كل الاياب في ارتفاع الى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا احبابناكم احببتونا سنعودوا فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعودوا فانتظرونا في الموعد الجديد مع عم يازين